توفي الكاتب الصحفي والروائي المصري جمال الغيطان اليوم بأحد المستشفيات العسكرية في القاهرة عن عمر ناهز السبعين عاما وكان الغيطاني قد تعرض قبل أيام لأزمة صحية مفاجئة دخل على إثرها في غيبوبة استمرت إلى أن وفته المنية وخلف الكاتب الراحل أعمال نادبية حضيت بشهرة واسعة في العالم العربي منها روايته الأكثر شهرة الزين بركاتة والتي صدرت طبعتها الأولى في دمشق عام واحد وسبعين ويرها النقاد أفضل أعماله الأدبية وتحولت إلى عمل درامي ناجح وأساهم الغيطاني في إثراء مجالات المقالة والقصة القصيرة والرواية بأسلوبه الأدبي الفريد وأصدر أكثر من خمسين عملا في الرواية والسيرة الذاتية وأدب الرحلات والمحاورات والمقال الصحفي خير يا مولاي أنا قررت الحرب يا بركات